برنامج سياحي متكامل للعوام الثلاثة المقبلة سينفذ في مدينة السلط بعد إعلانها الوجهة السياحية المميزة الأولى في الأردن وذلك وفق وزيرة السياحة والأثار التي شاركت أهل السلط احتفالهم بهذا الإعلان الذي جاء بعد تقييم لجان مختصة في برنامج الوجهات السياحية المميزة الذي تنفذه وزارة السياحة والأثار بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد عمل تنافسي استمر خمسة أشهر للحصول على لقب أفضل وجهة سياحية مميزة وفق جاهزيتها لعملية التطوير السياحي وتحديد السمات التي تميزها سياحيا واقتراح سبل تطويرها خمس محافظات تنافست على هذا اللقب هي البلقاء والكركو وعجلون ومادبا وجرش تم قبول ملفاتها للترشح من قبل لجان تحكيم متخصصة لهذه الغاية لتقييم الملفات واختيار المدن الفائزة فاوز مدينة السلط بلقب الوجهة السياحية المميزة طبعا هذا الفاوز يعني الكثير للمدينة فالمشاريع اللي سوف تنتج عن الفاوز هذا رح تكون طبعا كلياتها رح تسب في مصلحة السياحة وفي تطوير وتنمية المنتج السياحي في السلط السلط إذن هي الوجهة السياحية المميزة بعد أن حصلت على هذا اللقب الذي سيتيح لها تعزيز الاستدامة السياحية والاقتصادية وتقديم الخبرات إلى العالم وفقة السلط بأن يكون هو الملف المميز للوجهة السياحية المميزة إحنا وضعنا خطة استراتيجية هدف الأساس التسويق السياحي للمدينة وزيادة سياح خلال ثلاث سنوات إلى ستين ألف ساح وخلال الخمس سنوات رح يكون عندنا 125 ألف ساح من خلال مجموعة من المشاريع اللي البلدية تبنتها سواء في تجميل المدينة أو إيجاد البنى التحتية للسياحة إيجاد منامات للسياحة إعادة تأهيل وسط المدينة ترميم الأبنية وكثير من المشاريع إن شاء الله نوفق إلها بلدية السلطة رازد حوالي 25 مليون دينار فقط لغايات الأبنية التراثية وتطويرها لقب يسهم في تقديم معلومات سياحية جديدة للزائر وتقديم مدينة السلط وفق علامة سياحية موثقة للعالم يعكس تاريخ مدينة الأوائل لتنشيط الحركة السياحية فيها وجذب المزيد من السياح لها أسامة العدوان رؤية